في يوم من أيام سنة 1976 هذين البنتين كانوا قاعدين في سيارتهم على جانب الطريق اقترب منهم رجل غريب وفجأة طلع مسدس وأطلق عليهم النار بعد الجريمة هذه وصلت رسالة للشرطة الرسالة هذه كانت من القاتل كان يتفاخر فيها بجريمته فهذه اللحظة عرفوا الشرطة أنهم قدام قاتل متسلسل لأنه كان في قبلها خمس ضحايا القاتل هذا انعرف باسم ابن سام القاتل اللي أرعب مدينة نيويورك في السبعينات الناس صاروا يخافون يطلعون بره بيوتهم لهالدرجة البنات صارن يقص نشعرهن ويصبغن بألوان مختلفة عشان ما يستهدفهن ليش؟ بنعرف في القصة ابن سام يعتبر واحد من أشهر القتل المتسلسلين في تاريخ أمريكا تسوت عندنا أفلام درامية وأفلام وثائقية وظهر في مسلسلات معروفة ابن سام كان بعد يحب الشهرة فكان يرسل رسائل للصحفيين والشرطة يتفاخر فيها بجرائمة ويحاول يضللهم ويتلاعب فيهم هذا القاتل انمسك بطريقة من أغرب الطرق انمسك بسبب مخالفة مرورية بس كيف؟ هذا اللي بنعرفه في القصة اللي تنتظركم فيها أحداث وأشياء مثيرة جدا فحضروا انفسكم واستمتعوا السلام عليكم معاكم بدر قبل ما ندخل في القصة أول شي حاب أبارت لنفسي وأبارك لكم اننا وصلنا لأربعة مليون أخ وأخت في القناة اللهم لك الحمد بهذه المناسبة راح أسوي شيئين الشيء الأول راح أسوي لكم قصة من العيار الثقيل بعدني ما متأكد شو راح تكون بس أريدها تكون شيء متميز عن أي قصة ثانية إن شاء الله هذه القصة بتجي بعدين عاد يمكن تطول شوي بنطبخها على نار هادية الشيء الثاني راح أسوي لكم فيديو اسألني شيء ما سويت أمن السنين تقدرون تسألوني عن أي شيء سؤال شخصي أو سؤالي خص القناة أو حتى سؤال فلسفي اللي تريدونه بس الأسئلة ما راح تكون هنا في اليوتيوب راح تكون على حسابي في الإنستغرام راح يكون في بوست أو صورة المفروض تكون نازلة الحين فاكتبوا أسألتكم في التعليقات هناك وأوعدكم راح أقرأ كل الأسئلة وبأخذ منها اللي يتكرر أكثر أو اللي يعجبني تمام؟ خلونا ندخل في القصة أحداث قصتنا تتكلم عن هذا القاتل المتسلسل اللي اسمه ديفيد بيركويتس واللي نعرف بلقب ابن سام انولد بتاريخ واحد يونيو سنة 1953 في مدينة نيويورك ديفيد كان نتاج علاقة غير شرعية علاقة صارت ما بين أمة البيولوجية الحقيقية اللي كان اسمها بيتي ورجل أعمال متزوج اسمه جوزيف الأب قال لبيتي الأم إنه ما راح يتبنها الولد وإنه ما يريد أي علاقة تربطه فيه وقالها إذا تريدين تربينا ربي بروحك تخلى عنهم تماما فالأم بيتي اللي كان يعني وضعها صعب خلصا وضعها المادي والمعيشي عرفت إنها ما بتقدر تربيه فقدمتها للتبني الزوجين الجذد اللي تبنوا ديفيد كانوا زوجين ما عندهم أولاد ما كانت عندهم القدرة على الإنجاب فيعني كانوا العائلة المثالية عشان يستقبلون طفل صغير محتاج بيت لكن لما صار عمر ديفيد سبع سنوات بالغلط زل لسان أبوه وذكر كلمة التبني فمن ساعتها عرف ديفيد إنه مش ابنهم الحقيقي وهالشي عما يبدو إنه بده يسوي له مشاكل نفسية وفوقها بعد عشان يزيد الطيم بله فهذه كل فترة دعمتها سيارة والحادث تسبب له بإصابة في الراس وللحين ما معروف إذا هالحادثة هذه لها دخل في تكوين شخصية المريضة اللي بنشوفها بعدين ولا لا المهم ديفيد من ذاك الوقت بدأ ينعزل أكثر وصارت عنده صعوبات إنه يسوي صداقات ويزملاء في المدرسة ويختلطوا إياهم بشكل طبيعي حتى لدرجة إنه أبوه أمه بده يودونه لأطباء نفسيين أمه كانت حنونة عليه جدا وكانت تحبه أما أبوه فكان على العكس بعيد إلى حد ما عنه وحتى كان يعتبر أنه تبني غلطة طبعا ما كان يقول هالشي قدامه في وجهه بس أفعاله كانت تدل عليه لحد كبير فيعني من طفولته الولد هذا بدت تتجمع عليه مشاكل نفسية كثيرة والأسوأ صار لما وصل عمره لأرباطعشر سنة وقتها أمه انصابت بمرض السرطان وظلت تعاني لغاية ما ماتت فموتها أثر عليه وعلى نفسيته أكثر وأكثر كانت الشخص الوحيد اللي يحبه وفوق هذا بعدها فترة قصيرة أبوه تزوج مرأة ثانية وهالشي خلاه يكره أبوه أكثر هم أصلا مثل ما قلنا ما كانوا على وفاق فلما تزوج أبوه صارت الأمور أسوأ وديفيد صار عصبي وعنيف أكثر وعشان يفرغ العنف والعصبية هذه بدأ يلعب بالنار كان يمسك الحشرات والحيوانات الضالة ويولع فيهم وكان بعد يشعل الحرائق في حاويات الزبالة والأحياء المجاورة وحتى أحيانا في بيوت الجيران وهذه بالمناسبة واحدة من العلامات المبكرة اللي يدل على تكون شخصية قاتل لما صار عمر ديفيد 18 سنة قرر أنه ينضم للجيش عشان خلاص يبتعد عن البيت ويبتعد عن أبوه وفي الجيش بدأ يتعلم كيف يستخدم الأسلحة وتعلم التصويب والرماية بعدها بثلاث سنوات لما صار عمره 21 سنة قرر أن الجيش مبمكان المناسب فقرر يطلع ورجع للحياة في مدينة نيويورك بس هالمرة عاش بروحه خلاص قطع علاقته ويأبوه وتركه كان في البداية طموحه أنه يصير رجل إطفاء بس لما ما تسرت الظروف وما قدر اضطر أنه يقبل بوظيفة حارس أمن براتب متواضع جدا معظم مناوباته كانت ليلية فكان دايما يقعد يفكر ويأي نفسه هو من أول أصلا كان يحس نفسه شخص غريب ووحيد يعرف أن الناس ما يتقبلونه وهالشي كان يأذيه من داخل كان يشوف مثلا واحد يمر في الشارع ويزوجته أو حبيبته ويشوف السعادة باينة عليهم وتبدأ أحقاده على الناس والعالم تزيد ومن هنا بدت أفكاره تاخذ منحنيات خطيرة حاول ديفيد بعدها أنه يتواصل مع أمه الحقيقية بتي أمه اللي عطتها للتبني كان بعده يحاول يتمسك بشي ممكن يرجع إنسان طبيعي لأنه حس بنفسه وهو يغرق في الظلام وحس أنه بدأ يوصل لمستويات ما هو وصل لها قبل بحياته فكان يحاول يتشبث بأي شيء ينقذه فقدر أنه يوصل لأمه الحقيقية بتي اللي كانت فرحانة لما التقه فقعدوا يسولفون ويتكلمون وبدأت تتكوم ما بينهم علاقة حلوة وصارت في زيارات متكررة ما بينهم وبدأ ديفيد مرة ثانية يحس بحبه حنان الأم وهالمرة مع أمه الحقيقية الأم اللي والدته فكان وقتها فرحان وحاسب السعادة بس السعادة هذه ما رح تستمر ديفيد اكتشف أن أمه عندها بنت أخته غير الشقيقة وهني رجع يفكر يعني أنا عطتني للتبني أما أختي هذه فربتها وكبرتها وحبتها وهني بدت مشاعر الكره ترجع له مرة ثانية حس أنه الطفل المهجور اللي حتى أمه ما تريده فمرة ثانية قطع تواصله ويا أمه ورجع لعزلته وظلامه وأفكار الحاقدة وكثيرين من المحللين النفسيين يقولون في ذاك الوقت بدت تتكون عنده عقدة من النساء بسبب أمه فهني رجع لحبه القديم النار كانت واحدة من الأشياء اللي يحس أنها تفرغ غضبه والمشاعر السلبية اللي داخله تخيلوا أن على مدى السنوات الثلاث اللي بعدها ديفيد أشعل أكثر من 1500 حريك في مختلف المناطق في نيويورك معظمها طبعا كانت حرائق صغيرة ما أدت لوفيات بس كان يسجلها كلها كان يكتبها في مذكراته بعدها ديفيد بدأ يصير عنده انجداب للطوائف الشيطانية حبدت الشيطان والناس المجانين هذيله وبدأ يقرأ كتبهم ويتبنى أفكارهم وطبعا الأفكار هذه سحبتها للظلام أكثر وأكثر تخيلوا أن قضى كامل شهر نوفمبر سنة 1975 في شقته عزل نفسه عن العالم لشهر كامل حتى الدرايش أو الشبابيك حط عليها بطانيات وثبتها بمسامير عشان شعة الشمس ما تدخل أبدا فعاش في ظلمة وعزلة تامة طول هذا الشهر وبدأ بعدها يشخبط ويرسم ويكتب كتابات غريبة على الجدران كان يرسم رسوم شيطانية ويكتب عن الأصوات اللي يسمعها في راسه وكان يقول أن هذه أصوات شيطانية قاعدة تأمرها بالقتل بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1975 اللي كانت ليلة الكريسمس قرر ديفيد أن يطلع وينفذ أول جريمة قتل في حياته فأخذ سكين صيد كبيرة وخباها في معطفة وبدأ يتجول في الشوارع فشاف بنت شابة بروحها ما شى في الشارع فراح صوبها ولما وصل عندها فجأة طلع السكين وبدأ يطعنها طبعا البنت قامت تصرخ على طول وحاولت تهرب وهو بعد ما طعنها كم طعنة هرب وانتقل لشارع ثاني وبعد ما مشى في كم زقاق وعدة كم بناية مرة ثانية طلع على واحد من الشوارع وشاف له بنت ثانية ما شى في الشارع مثل البنت الأولى بس هالمرة البنت أصغر عمرها 15 سنة بس فراحلها وطعنها بنفس الطريقة في نص الشارع فالبنت قامت تصرخ وبدأت تهرب ولجأت لوحدة من البيوت ودايفيد طبعا لما شافها فلتت منها هو هرب بعد من المكان ومع أن البنتين انطعنن عدة طعنات لكن بلطف ربك ولا وحدة ماتت انصاب نصابات بليغة لكن ما ماتن فأول محاولتين قتل للمجرم هذا فشلا في الشهر اللي بعده شهر يناير سنة 1976 ديفيد انتقل لشقة جديدة في منطقة جديدة هناك كان عنده جار اسمه سام رجل شايب في الستينات من عمره سام هذا كان عنده كلب والكلب هذا كان دايما ينبح فدايفيد صار يتأذى منه كل يوم وكل ليلة نباح الكلب ما كان يوقف بعدين ديفيد راح يدعي أن الكلب هذا ملبوس بشيطان وأن النباح هو أمر من هذا الشيطان أنه يقتل في يوم من الأيام ديفيد خلاص حس أنه ما قادر يتحمل الكلب ونباحه لدرجة أنه أخذ قنبلة مولوتوف ورماها على حديقة بيت جارة لكن المولوتوف ما ضرب الكلب الجار سام طبعا بلغ الشرطة فالشرطة جوا وفحصوا المكان بس ما عرفوا منه ممكن يكون رما قنبلة المولوتوف هذي المهم أن الكلب نجا واستمر ينبح الأيام اللي بعدها ودايفيد أخذها علامة أنه لازم يكمل جرائم القتل لأن الشيطان اللي داخل الكلب هذا قاعد يقول له اقتل ولا ما بخليك في حالك ديفيد قاعد يفكر بما أن السكين ما نفعت وياه في محاولات القتل الأولى قرر أنه هالمرة يستخدم مسدس فجاب مسدس ريفولفر من عيار 44 وفي يوم الخميس بتاريخ 29 يوليو سنة 1976 قرر يرتكب أول جريمة له بالمسدس هذا فطلع بسيارته وبدأ يتجول في الشوارع يدوره على ضحيته في ذاك الوقت كان في بنتين الأولى اسمها دونا عمرها 18 سنة والثانية اسمها جودي عمرها 19 سنة البنتين هذه اللي كانن قاعدات داخل سيارتهن اللي واقفة على جانب الشارع كانن طالعات طلع ليلية وبعدها جودي اللي كانت تسوق وصلت صاحبتها دونا عند شقتها فوقفن السيارة جنب الشقة وقاعدن يسولفن شوي قبل ما يودعن بعض فجأة اقترب شخص غريب من ذريشة السيارة وطلع مسدس وبدأ يطلق عليهم ديفيد طلق عليهم خمس طلقات وبعدها هرب على طول دونا اللي عمرها 18 سنة انصابت في الرقبة اصابة قاتلة وماتت أما صديقتها جودي فبس انصابت في الفخد ونجت من الموت طبعا المحققين جووا وفحصوا مسرح الجريمة ومن نوع الرصاصة اكتشفوا ان سلاح الجريمة كان مسدس ريفولفر من عيار 44 واللي كان يعتبر سلاح نادر خلوا الشي في بالكم ديفيد يقول انه لما ترك مسرح الجريمة قاعد يغني في سيارته وهو راجع للبيت كان مستانس حس بشعور تفوق لما انتزع حياة انسان خصوصا انسان سعيد في حياته على العكسه هو حس انه بايده يقدر يتحكم بسعادة وتعاسة الناس كأنه في مستوى ثاني عنهم الشرطة ما قدروا يحددون سبب الجريمة واعتبروها مجرد جريمة عصابات عشوائية لان في ذاك الوقت في السبعينات الجرائم كانت منتشر بشكل مجنون في نيويورك معدلات الجريمة فيها كانت تعتبر الأعلى في أمريكا كلها فيعني جريمة قتل مثل هذي ما كانت الشي اللي بيهزز الراي العام ويسوي ضجة كبيرة وهي الشي ضايق ديفيد لما فتح الجرائد في صباح اليوم اللي بعده وما شاف جريمته مكتوبة بالعناوين العريضة في أهم الأخبار حس ان جريمته بدون قيمة حس ان شغله راح على الفاضي كان يريد جريمته تتصدر الأخبار وتهز المدينة كلها بس فينها يظل جريمة وحدة من بين جرائم كثيرة تصير في المدينة ديفيد في اعترافاته بعدين قال نزلت للمول الكبير في مقاطعة ويستشستر وما حده تملي أو تعرف علي يعني كان يتكلم كأن المفروض يكون شخص مشهور والناس تعرفه مريض مريض وقال تمنيت لو كان عندي رشاش وفتحت النار عليهم كلهم عشان يعرفون من أنا يعني قاتل ويريد يصير مشهور مجنون مبصاحي فعشان يحاول يحصل الاهتمام هذا اللي يتمنى رجع يرتكب الجرائم مرة ثانية جريمته اللي بعدها بتكون بتاريخ 23 أكتوبر 1976 نفس الشي طلع بسيارته وبدأ يدور على ضحيته في الشوارع فراح للشارع في نيويورك معروف باسم شارع العشاق على اساس يعني ان العشاق هم اسعد ناس فهو يريد يفسد هذه السعادة فكان في شاب قاعد في سيارته ومعاه حبيبته هذا الشاب اسمه كارل دينيرو ومثل ما شايفين في الصورة يعني شعره كان طويل وعلى ما يبدو ان ديفيد لما شافح السبب بنت وهو طبعا كان يستهدف البنات تكلمنا عن عقدته من النساء بسبب أمه فراح ولحقهم بالسيارة وظل وراهم ليما وقفوا على جانب الطريق فوقف وراهم وبعدها نزل من سيارته ومشى بهدوء ومثل جريمته الأولى وصل عند الدريشة وطلع مسدسة فجأة وبدأ يطلق عليهم أول رصاصة كسرت الزجاج ووحدة من الرصاصات على ما يبدو انها ضربت كارل فراسة حبيبته قدرت انها تنزل من السيارة وما انصابت بأي أذى ديفيد أطلق كم رصاصة وعلى طول بعدها حط رجله وهرب فحبيبة كارل هذه اللي قدرت تهرب رجعت للسيارة مرة ثانية كارل طبعا كان قاعد ينزف وما كان قاعد يتحرك ما كانت عارفة هل هو ميت ولا مغمع عليه بس على طول ساقت السيارة لأقرب مستشفى وقدرت ربك سبحان الله مع انها انصاب رصاصة في الراس لكنه نجى بعد شهر من هالحادثة بالتحديد بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1976 ديفيد طلع مرة ثانية يدور على ضحية جديدة فحصل بنتين قاعدات على درج بيت البنتين هذيلة اسماء هن دونا وجوان أعمارهم 16 و 18 سنة فرفع عليهم المسدس وفتح عليهم النار بس مرة ثانية فنتين هن نجن لكن واحدة منهن اللي هي جوان صارت مشلولة من تحت ما صارت تقدر تمشي بس مع ذلك يعني تبدأ تستغرب يعني كيف معظم ضحايا هالقاتل ينجون للحين حاول يقتل ثمانية أشخاص لكنه ما قتل منهم إلا شخص واحد بس مع انه كان يطلق عليهم من مسافات قريبة فسبحان ربك شيء غريب على كثر محاولاته لكنه فعليا ما قتل إلا مرة وحده بس المرة الثانية راح تجي بعدها بفترة قصيرة بالتحديد بتاريخ 30 يناير سنة 1977 فهذهك الليلة كانت في بنت بعمر 26 سنة اسمها كريستين رايحة مع خطيبها يشوفون فيلم في السينما وبهد ما خلص الفيلم طلعوا وركبوا سيارتهم وفي الطريق شافهم ديفيد فلحقهم بسيارته اللي ما وقفوا على جانب الطريق ومثل الضحايا اللي قبل وقف براهم ونزل من سيارته ومشى بخفة اللي ما وصل عند ريشة سيارتهم وبعدها طلع مسدسة وفتح النار عليهم هالمرة كريستين ماتت على طول الرصاص اصابها في الرأس وفي الرقبة خطيبها قدر انه ينجو وما نصاب بأي رصاصة هذا دليل ثاني على ان ديفيد كان فعلا يركز على البنات اكثر فكريستين كانت ثاني ضحية قدر ديفيد انه فعلا يقتلها ومن هذي الجريمة بدوا الشرطة يشوفون اوجه تشابه بينها وبين الحوادث اللي قبلها خصوصا بسبب نوع السلاح مثل ما قلنا المسدس اللي كان يستخدمه ديفيد كان مسدس ريفولفر من عيار 44 واللي اعتبر سلاح نادر ومع ان الحوادث او الجرائم كلها كانت عشوائية وما بينها اي اتصال لكن نوع السلاح بدأ يربط ما بينها ومن هني بدوا الشرطة يطلقون على ديفيد قاتل عيار 44 نسبة الى نوع المسدس اللي يستخدمه وبدوا الشرطة يلاحظون انه فيه نمط معين للضحايا معظمهم كانوا نساء وكان شعرهم طويل وداكن وهالشي مرة ثانية راح يتأكد في ضحيتها اللي بعدها واللي راح تكون بتاريخ 8 مارس 1977 فذاك اليوم كانت هذي الطالبة اللي اسمها فرجينيا راجعة للبيت من جامعتها وكانت شايلة كتبها وياها شافها ديفيد تمشي في الشارع بروحها ولما تأكد انه ما في حد قريب منهم في المنطقة راح لها ووقف قدامها ورفع المسدس عليها فرجينيا في لحظتها رفعت كتبها على وجهها ويتحاول تحمي نفسها لكن المجرم اطلق عليها من خلال الكتب واصابها في الراس وقتلها الشي الغريب في هذه الجريمة بعد هو وقت ارتكابها الساعة كانت 7 ونص المساء كان الليل دوى داخل الجرائم اللي قبلها ما كان ينفدها الا في نص الليل او في ساعات الفجر اول مرة يتجرى وينفذ جريمة في هالوقت المبكر لو بعد في نص الشارع ولو انه يعني كان فاضي وهالشي معناه انه ثقته بنفسه بدأت تزيد صاروا بتعود اكثر بدأ يحس نفسه انه منيع ما حد يقدر يمسكه لما الشرطة فحصوا الرصاص من الجريمة الاخيرة هذي وتأكدوا انه الرصاص من عيار 44 مثل الجرائم السابقة هني خلاص صاروا متأكدين انهم قدام قاتل متسلسل بعد يوميا من هالجريمة قائد الشرطة في مدينة نيويورك عقد مؤتمر صحفي واعلن انهم حاليا قاعدين يلاحقون قاتل متسلسل وان هذا القاتل واضح انه يقتل بشكل عشوائي بس على الاغلب انه يستهدف النساء فالحين صار اللي كان يتمناه ديفيد حصل الاهتمام اللي كان يريده صار اسمه متصدر العناوين والصحف وصار معروف عند الكل باسم قاتل عيار 44 لما بدت جرائمه تتصدر الصحف ديفيد طبعا كان فرحان ومستانس وصل للي يريده صارت المدينة كلها تعرف اسمه وبدأ ينتشر عند الناس خوف منه لان القاتل المتسلسل بالنسبة للناس اخطر حتى من مجرمين العصابات اللي ممكن يكونوا قتله اكثر منه بس مجرمين العصابات بالعادة يقتلون بهدف اما القاتل المتسلسل فلأ اي حد ممكن يكون ضحيته الجاية قتل عشوائي بس عشان القتل ما لا هدف وهالشي يخلي الناس مرعوبين اكثر خصوصا انه قاتل فعال ونشيط وقاعد يرتكب الجريمة وراء الثانية ديفيد كان فرحان ومستانس بنفسه وبالحالة اللي خلقها في المدينة كان حتى يجمع قصاصات من الجرائد والصحف اللي تكتب عنه ويعلقها عنده في الجدار كأنه يتفاخر فيها كأنها شهادات تكريم تقدر انجازاته الناس في مدينة نيويورك فعلا صاروا مرعوبين لأبعد درجة لان جرائم ديفيد ما كانت حتى متركزة في منطقة وحدة كانت في اماكن مختلفة في انحاء المدينة فكل المدينة صارت خايفة الناس صاروا ما يطلعون الا للضرورة وحتى يمنعون اولادهم انهم يطلعون الا للمدرسة او الكلية واخر الليل ممنوع تطلع سواء كنت كبير ولا صغير حتى لو كانت في ظروف تصبر ولا تطلع الناس بعد لاحظوا انه في نمط معين للضحايا القاتل كان يستهدف بالعادة بنات شابات شعر طويل وداكن او بني فتخيلوا ان البنات في المدينة صارا يتوافدن على الصوالين اللي تقص شعرها واللي تصبغى اشقر واللي تلبس شعر مستعار الوضع كان مجنون في المدينة بدون مبالغة رعب وخوف في كل مكان كل هالرعب مع انه مثل ما قلنا هالقاتل ما قتل الا ثلاثة اشخاص للحين بس عشوائية جرائمه وتكرارها خلى الناس يدخلون في هالحالة كل واحد كان خايف انه يكون الضحية الجاية هالشي طبعا خلى شرطة نيويورك تاخذ قضيته على اعلى مستوين الجدية فكونوا فريق من احسن الضباط والمحققين اللي عندهم سموه فريق اوميغا ثلاثين ضابط مهمتهم بس مطاردة قاتل عيارة 44 ديفيد راح يضرب ضربتها اللي بعدها بتاريخ 17 ابريل 1977 الضحية هالمرة خطيبين اسمهم اليكساندر وفالنتينا اليكساندر عمره 20 سنة وفالنتينا عمرها 18 سنة ومثل الضحايا اللي قبلهم كانوا قاعدين في سيارتهم على جانب الطريق الساعة ثلاث الفجر حينتوا الله يهديكم يعني شو مطل عنكم الساعة ثلاث الفجر وانتوا عارفين انه في قاتل يستهدف بهالطريقة مشى ديفيد للسيارة حط ايده على الغطى وطلع مسدسه واطلق النار عليهم هالمرة من الزجاج الامامي النتيجة كانت ان الضحيتين ماتوا ارتفاع نسبة موت الضحايا عن المحاولات الاولى الدل على ان ديفيد صار اهدى وواثق من نفسه اكثر وهو يرتكب الجريمة صار ياخذ راحته ويصوب زين وما يتوتر وهالشي خوف اكثر هالمرة بعد اتجرأ ديفيد اكثر وترك رسالة للشرطة في مزرح الجريمة رسالة حصلوها جنب السيارة فهالرسالة كتب انا وحش انا ابن سام انا غريب عنكم انا مبرمج على موجة مختلفة عن الجميع مبرمج على القتل لكن عشان توقفوني لازم تقتلوني انا وحش مفترس احب الصيد اجو بالشوارع وادور على ضحيتي احب اللحم الشهي نساء نيويورك هم الاجمل الرسالة هذه وقعها ديفيد باسم ابن سام هذا الاسم اللي كان يستخدمه لنفسه وبسرعة اسمه تغير حتى في الصحف والجرائد من قاتل عيار 44 الى ابن سام وهذا الاسم اللي صار مشهور فيه طبعا وقتها ما احد كان يعرف معنى الاسم هذا او شو اصله بس بعدين بيعرفون ان ديفيد اخذه من جارة الشاي بصاحب الكلب واللي مثل ما قلنا كان اسمه سام فديفيد سمى نفسه ابن سام على جارة هذا لانه كان مؤمن ان كلب جارة متلبسنه شيطان وانه نباح المستمر هو امر من الشيطان انه يقتل فبطريقة ما ربط الموضوع بجارة وسمى نفسه ابن سام ديفيد كان يعاني من الكلب ونباحة للحين وكان يعتبر نفسه عايش في عذاب وكان حتى يرسل رسائل تهديد لجارة بسبب الكلب بس طبعا الرسائل هذه كانت توصل للجارة باسم مجهول ما كان يرسلها باسمه ومثل ما قلنا قبل في مرة من المرات حاول يقتل الكلب قمبلة مولوتوف رماها على حديقة جارة ورجع مرة ثانية وحاول يقتل الكلب بتاريخ 27 ابريل 1977 هالمرة المحاولة كانت ببندقية صوب على الكلب من ادريشة الغرفة واطلق عليه لكن الكلب ما نصاب الا بخدس جرح خفيف طبعا الجار الشايب سام بلغ الشرطة وجوه وحققه في الموضوع مرة ثانية بس نفس الشي ما قدروا يعرفون من وين جات الطلقة بعدها بشهر تقريبا ديفيد كتب رسالة جديدة بس هالمرة لصحفي اسمه جيمي بريزلين واللي كان من اشهر الصحفيين في نيويورك كلها فاذا ديفيد يريد قصته تنكتب وتنشهر فجيمي كان الصحفي الانسب لها المهمة فدييفيد كتب لصحفي جيمي رسالة طويلة تكلم فيها عن كل جرائمه وذكر بالذات دونة ضحيتها الاولى وكان كاتب انه الحين مرت سنة على جريمتها وكتب انها كانت بنت لطيفة وانهم لازم يسولها ذكرى طبعا هالشي استفز اهلها وعائلتها لابعد درجة انت اللي قتلتها كيف تتكلم بهالطريقة كأنك واحد متعاطف في الرسالة هذه كتب ديفيد بعد انه يشد على يدين الشرطة ويشجعهم في جهودهم عشان يقبضون عليه ويتمنى لهم الحظ والتوفيق وكتب انهم لما يمسكونه راح يشتري لكل واحد منهم حداء جديد اذا كانت عندها الفلوس رسالة غريبة تدلم على انه واحد ما مستقرع عقليا ابدا طبعا رسالة هذه صنعت زخم اكثر حول القضية والناس صاروا مرعوبين اكثر بسببها بعد ما انتشرت الرسالة هذه في الصحف الشرطة صاروا يوميا يتلقون اكثر من 250 اتصال من ناس قاعدين يبلغون عن اشخاص يشكون فيهم مثل جيرانهم او حبايبهم او حتى ازواجهم احيانا كانت فيه هستيريا في المدينة الشرطة والمحققين طبعا كانوا شغالين بكل جهدهم كل شرطة نيويورك كانت شغالة على القضية هذه القضية اللي بالمناسبة تعتبر اكبر مطاردة للشخص نفذتها شرطة نيويورك في تاريخها كله كانوا بعد راسمين سكتشات لابن سام من خلال وصف الضحايا اللي نجوا منه لكن السكتشات هذه كانت بعيدة عن الدقة معظم الضحايا ما كانت عندهم فرصة يشوفون وجهها بشكل واضح واحدة من محاولات الشرطة هي انهم حاولوا يحطون دمية في سيارة ووقفوا السيارة على جانب الطريق يعني كانوا يريدون يستخدمونها كطعم ويشتدرجون ابن سام لكن المحاولات هذه كلها فشلت التحدي الاكبر قدامهم كان انهم محتاجين يمسكونها باسرع وقت ممكن لانهم عارفين انه راح يقتل مرة ثانية فكان في ضغط كبير على الشرطة والمحققين وفعلا مثل ما كانوا متوقعين بتاريخ 26 يونيو 1977 ابن سام ضرب ضربتها الجديدة مثل العادة ضحايا كانوا حبيبين اسمهم جودي وسال نفس الشي كانوا قاعدين في سيارتهم على جانب الطريق فباغتهم وهجم عليهم فجأة وفتح عليهم النار لكن هالمرة اثنين هم نجوا معنا جودي انصابت بثلاث رصاصات وسال انصاب برصاصة لكنهم نجوا بعدها بشهر ضرب ضربة جديدة بتاريخ 31 يوليو 1977 نفس الشي الضحايا كانوا حبيبين البنت اسمها ستيسي والولد اسمه روبرت واثنين هم عمرهم 20 سنة الهجوم هالمرة اشار رعب مدينة نيويورك اكثر حتى من الهجمات اللي قبله السبب لان ستيسي كان شعرها اشقر هذه الطلعة كانت اول مرة ستيسي وروبرت يطلعون فيها مع بعض واثنين هم اباهم وامهاتهم كانوا خايفين عليهم من ابن سام يقولونهم كيف انتوا تطلعون وفي قاتل متسلسل قاعد يقتل الازواج فهم الاثنين كان جوابهم علي اباهم وامهاتهم ان لا تخافوا هذا القاتل ما يستهدف البنات اللي شعرها اشقر لكن هالمرة كانت غير الاول مرة ديفيد استهدف بنت شعرها اشقر من ناحية الطريقة فهي نفس الطريقة مشى لسيارتهم باغتهم وفتح عليهم النار النتيجة كانت ان ستيسي ماتت اما حبيبها روبرت فنجا بحياته لكنه انصاب في عيونه وصار اعمى الجريمة هذي بالذات عدت لحالة رعب هستيرية في كل المدينة جريدة نيويورك بوست كانت كاتبة بالعنوان العريض في الصفحة الاولى لا احد امن من ابن سام يعني هم بعد الصحافة ما شاء الله عليهم ما يقصرون فحتى الناس اللي كانوا يعني اه حاسين بشوية امان خلاص تحطم هالشي عندهم كل شخص في مدينة نيويورك كان خايف اي حد ممكن يكون الضحية الجاية عجيب كيف شخص واحد ممكن يرعب مدينة كاملة خلونا نسمع من واحد من الصحفيين اللي عاشوا هالاحداث وقتها سمعتوا شو قال؟ قال ما تقدر تبالغ في وصفك لأي درجة كان الخوف مستحود على المدينة يعني يمكن بعضكم يقولون لا اكيد ما كانوا مرعوبين لهالدرجة وبنهاية يعني يظل شخص واحد لكن لا الناس كانوا جد في قمة الرعب كل المدينة كانت مرعوبة عيشهم كوابيس حتى لو كانوا ضحايا ينعدون على الاصابع القاتل المتسلسل العشوائي هذا من اخطر انواع القتلة اللي الناس ينرعبون منهم طبعا ديفيد كان مكيف ومستانس كان في قمة ساعاته على السمعة اللي وصل لها كل امنياته بالشهرة قاعدة تتحقق فكان يستمتع بكل جريمة يسويها اكتر من اللي قبلها الشرطة على الطرف الثاني يكثفوا جهودهم لأقصى درجة ممكنة كان في 75 محقق يشتغلون على القضية ومعاهم 225 رجل شرطة بالمجمل 300 ضابط يلاحقون شخص واحد كل تركيزهم بس عليه فالمحققين كانوا قاعدين يبحثون في الجريمة الاخيرة جريمة ستيسي البنت الشقرة فبعد عدة ايام من التحقيقات والبحث حصلوا شاهد مهم مرأة عمرها 49 سنة اسمها سيسيليا في ليلة الجريمة سيسيليا كانت قاعدة تمشي في شارع قريب من المكان اللي صارت فيه الجريمة وقبل دقائق بس من الجريمة شافت شخص مريب وكان الشخص هذا كأنه شايل شي في ايده شي مخبنه تحت ملابسه فتقول لنا حست بالخوف لما شافته وعلى طول قررت تعكس اتجاهها وبتعدت عنه ورجعت لشقتها وبعدها بدقائق سمعت صوت الطلق تقول سيسيليا انها مجرد ما سمعت عن الجريمة في اليوم اللي بعده صارت شاكة بهذاك الرجل اللي شافته في الشارع طيب الحين كيف ممكن يعرفون هوية هذا الرجل في النهاية يعني هو مجرد رجل عشواء مار في الشارع هنا تجي المعلومة المهمة الثانية سيسيليا قالت للمحققين انها شافت رجل شرطة يعطي مخالفة مرورية لسيارة واقفة جنب مضخة حريك طبعا اي سيارة توقف جنب مضخة حريك هذه مخالفة على طول لانك ما اخذ مكان سيارة للاطفاء لو لا قدر الله صار حريك ولا شيء فسيسيليا تقول انها شاكة ان السيارة اللي انعطت المخالفة هي سيارة هذا الشخص الغريب لانه كان جاي من نفس اتجاه السيارة كانت اوه وقف السيارة ونزل منها فالمحققين راحوا يتحروا في الموضوع لكنهم ما حصلوا اي سجل يدل ان في مخالفة انعطت في المنطقة هذه بس سيسيليا اصرت وقالت انها متأكدة ان في شرطة خالف السيارة اللي كانت واقفة عند مضخات الحريق فرجعوا المحققين وشيكوا السجلات مرة ثانية ونفس الشيء ما في اي مخالفات لكن سيسيليا ظلت مصرة بقوة وظلت تتأكد عليهم فواحد من المحققين راح بنفسه للقسم هذاك ودور على شرطي الدورية اللي كان مسؤول عن المنطقة في هذه الليلة واخيرا حصله فالشرطي قال له فعلا كانت في مخالفات بس هذه الليلة نسيتها في الخزنة مالتي فما سجلتها في نفس الليلة حطيتها في سجل اليوم اللي بعده ولمحققين السالفة وفعلا حصلوا انه كانت في أربع مخالفات تحررت في هذه الليلة واحدة من هذه المخالفات كانت باسم ديفيد بيركويتس فتخيروا يعني سبحان الله لو هذه المرأة ما أصرت على موضوع المخالفة وانها شافتها لو قالت للمحققين خلاص تمام ما حصلتوها معنى اني ما شفت زين او اني توهمت يلا مع السلامة لو صار هالشي يمكن ما كانوا مسكوه فأخيرا المحققين حطوا عيونهم على ديفيد طبعا بحثوا عنه وعرفوا انه ساكن في منطقة اسمها يونكرز فاتصلوا بقسم الشرطة المحلي اللي موجود في المنطقة هذه عشان يسألونهم عنه اذا يعرفون شيء فاللي جاوبت عليهم كانت شرطية لكن ما كانت اي شرطية كانت بنت سام بنت الجار الشايب صاحب الكلب اللي ديفيد أخذ اسمه وعلى اساسه سمى نفسه ابن سام فالحين المحققين قاعدين يكلمون بنت سام عشان يسألونها عن ابن سام الابن المزيف طبعا يعني حالة غريبة فالبنت قالت لهم ان هذا شخص مريب ودائما عنده مشاكل ويا الجيران الجيران حتى شاكين فيه انه يولع حرائق وحتى ابوها اللي هو سام شاك فيه انه حاول يطلق النار على كلبه حني المحققين لما سمعوا منها هالكلام عرفوا انه على الاغلب ديفيد هذا هو المطلوب فراحوا عند شقته وبدوا يشوفون حوالينها وحصلوا سيارته واقفة قدام المبنى فعرفوا انه على الاغلب موجود في شقته فوق فراحوا عند السيارة وبدوا يشوفون من الزجاج ولاحظوا بندقية آلية شبهم غطاية في المقعد الخلفي ففتحوا باب السيارة بالقوة ودخلوا يفتشونها وحصلوا داخلها رسالة بنفس خط ابن سام الرسالة كانت موجهة للشرطة باختصار مكتوب فيها ما بتقدرون توقفوني راح اجننكم شوف المفارقة قاعدين يقرون الرسالة قبل حتى ما يقدر يرسلهم اياها فخلاص هني الشرطة صاروا متأكدين ان ديفيد هو ابن سام فسكروا السيارة وظلوا محاوطينها وهم متخبين طبعا وظلوا ينتظرونها ينزل انتظروا تقريبا مدة اربع ساعات واخيرا نزل ديفيد من شقته وركب سيارته وقبل ما يلحق يشغلها على طول كل المحققين والشرطة اللي كانوا موجودين ركضوا عليه عشان يحاصرونها قاعد فريق الشرطة كان يركض عليه وهو مصوب مسدسها ويصرخ في وجهها الشرطة اياك تقرب من مسدسك فيقول القائد ان ديفيد لف راسه ببطء صوبة وهو يبتسم وقال له اخيرا مسكتوني شو اللي ياخركم كان هادي واثق من نفسه كأنه عارف انه راح ينمسك هاجلا او اجلا كاهم مستعد بعد ما اعتقلوه طبعا ركبوه في السيارة عشان ياخذونا لقسم الشرطة الرئيسي في مدينة نيويورك الصحفيين اريدي كان عندهم خبر وكانوا جاهزين بكاميراتهم وينتظرونه فهم في السيارة في الطريق ديفيد كلم الشرطة وبعدها ابتسم وقالهم يا شباب الصحفيين راح يكونون منتظريني لما اوصل وممكن شوي تمشطولي شعري كده طلبها بكل بجاحة وصل ابن سام للقسم وسط موكب الشرطة وفعلا كان في حشد كبير من الناس والصحفيين ينتظرونه يلي دون يشوفون الرجل اللي ارعب نيويورك كلها طول السنة الماضية ديفيد بعده كان ابتسم وهو يمشي كأنه قاعد يتكرم وفخور بانجازه المحققين والمسؤولين سووا مؤتمر صحفي كبير استعرضوا فيه سلاحه والادلة اللي حصلوها ضده عشان يأكدون للناس انه خلاص ابن سام انمسك وانه كابوس مدينة نيويورك انتهى الشرطة طبعا راحوا فتش وشقته والاشياء اللي شافوها هناك كانت مجنونة اول شي شافوا قصاصات الجرائد اللي مجمعنها عن جرائمه وحتى كان مجمع صور لضحايا ومحتفظ فيهن كان يقصص صور من الجرائد ويعلقهن عنده وغير هذا كانت فيه كتابات ورسومات شيطانية على الجدران رموز عفدت الشيطان وفيه بعد شي خوف اكثر حصلوا فتحات او ثقوب في الجدران ديفيد يقول انه كان يسمع اسوات الشياطين تجي من هذه الثقوب اسوات الشياطين كانت تأمره انه يقتل فكان احيانا يحاول يضرب الجدار عشان يوقف الاسوات هذه بس يقول ان الاسوات ظلت دايما مستمرة وكانت فيه ملاحظات مكتوبة على الجدار جنب كل ثقب من هذه الثقوب كان كاتب كلام الشياطين اللي يسمعها منها واحدة من هذه الملاحظات اللي مكتوبة على ثقب من الثقوب كان مكتوب فيها اهلا اسمي السيد ويليام وانا اعيش في هالثقب عندي عدة اولاد وقاعد اربيهم عشان يصيرون قتله بتحمس اني اشوفهم يكبرون يعني هذه الملاحظة اللي كان كاتبنها ديفيد جنب الثقب هي على اساس الكلام اللي يسمعه جاي منها المحقق الرئيسي في القضية يقول هذا اكثر شي مر عليه في حياتي كضابط يجيب لي قشعريره كل ما ذكرته خلال تحقيقات الشرطة ديفيد اعترف بكل جرائمه وبدأ يتكلم عن الشياطين اللي يسمعها من الجدران وتكلم عن كلب جاره اللي كان دايما ينبح وانه نباحه كان عبارة عن شيطان قاعد يأمره بالقتل وفصل في كل الامور الغريبة هذي في ناس وصحفيين حتى عندهم نظريات مؤامرة ان ابن سام ما كان شخص واحد وان ديفيد ما كان يشتغل بروحه وانما كان جزء من طائفة شيطانية وان الجرائم هذي كانوا ينفذونها اكثر من شخص من عبدة الشيطان هذي له في صحفي اسمه ميوري تيري افنى حياته وهو يبحث في هالقضية والنظريات هذي حرفيا افنى حياته من لما طلعت هالقضية ليه ما مات وهو يبحث فيها وكان مؤمن بموضوع الطائفة الشيطانية هذي وان ديفيد ما كان يشتغل بروحه بس في النهاية اظل كلها مجرد نظريات الصحفي هذا كتب كتاب كامل عن الموضوع سماه The Ultimate Evil او الشر المطلق وحتى نتفلكس مسوين سلسلة وثائقية كاملة بس مختصة بتحقيقاته هو في القضية هذي ونظريات الطائفة الشيطانية بصراحة ما قدرت اكمل السلسلة لان فيها كثير اشياء مخبوصة ونظريات وما ادري ايش وكل حلقة ومدتها ساعة كاملة وفيها ملل كثير بس يعني فعليا الرجل افنى حياته في الموضوع هذا ودائما يقول ان المحققين ما حققوا فيه كفاية وانهم اغلقوا القضية بسرعة فهالشي يعني بحد ذاته كثير للاهتمام المهم نرجع لقضيتنا ديفيد تمت محاكمته وفي نهاية المحاكمة انحكم عليه بستة احكام مؤبدة عن كل ضحية من ضحايا الستة في بداية سنوات سجنه كان عنيف جدا كان يدخل في ضرابات عنيفة مع باقي السجناء وحتى في مرة من المرات واحد من السجناء هجم عليه بموس وجرحه جرح عميق في رقبته العجيب ان بعد عشر سنوات في السجن ديفيد تحول تحول كامل صار مسيحي متدين يعني القاتل المتسلسل اللي ارعب نيويوك صار متدين مسالم لو بعد صار يدعو ينصح المساجين الثانيين انا اول شي خطر في بالي ان هذا تمثيل عشان يحاول يحصل فرصة يطلع من السجن خصوصا ان قانونيا راح يكون مؤهل للحصول على اطلاق سراح مشروط في سنة 2002 فقلت يمكن قاعد يحاول يمثل شخصية الرجل الطيب المسالم عشان جلسة اطلاق سراح المشروط طبعا حتى لو كان قانونيا مؤهل ان يحصل اطلاق سراح مشروط يظل هالشيء مستحيل بنسبة 99% لجنة التقييم اكيد انها راح ترفض مهما كان ظاهر انه مسالم وانه تغير وصار طيب في النهاية هذا قاتل متسلسل مبلعبة بس لما جمعت جلسة اطلاق السراح المشروط ديفيد بنفسه كتب للجنة وطلب منهم يكنسلون الجلسة كتب لهم في رسالته بكل صراحة انا مؤمن اني استحق اكون في السجن لبقية حياتي انا بمساعدة الرب صرت متعايش مع وضعي وتقبلت عقوبتي وتخيلوا انه كل سنتين ترجع عنده اهلية الحصول على جلسة اطلاق السراح المشروط لكن ولا مرة راح للجلسة ولا سعة انه يحصل حريته فلليوم ابن سام بعده لا زال موجود في السجن ولهني نكون وصلنا لهاية قصتنا اذا ما كنتم مشتركين في القناة لا تنسوا تشتركوا عشان توصلكم الفيديوهات الجديدة وطبعا اذا عجبكم الفيديو حطوا لايك وهذه بعد فيديوهات سابقة رهيبة تقدرون تستمتعون فيها شكرا لكم على المتابعة اشوفكم في الفيديو الجاي ومع السلامة